السلام عليكم كيفكم؟ إن شاء الله تكون مناحة إن شاء الله تكون دراستكم منيحة اليوم إن شاء الله رح نبلش في أول محاضرة في الهستولوجي اللي رح تحكي عن الـ digestive system لما نحكي الجهاز الهضمي تبعنا فالجهاز الهضمي بيشمل أكتر من إشي أول إشي بيشمل أول محطة للطعام واللي هي الـ oral cavity بعد هيك رح ينتقل الطعام عن طريق الـ digestive tract تبعيتنا سواء عم نحكي عن الـ stomach عم نحكي عن small intestine large intestine لحد ما يطلع الفضلات من بر الجسم واللي إحنا بحاجته طبعا رح يصير لـ absorption وبين هالأجزاء كلياتها رح يكون في عندي موزع مجموعة من الـ glands بتساعد في عملية الهضم لبعض المواد فإن شاء الله إحنا في محاضرات الهستولوجي رح نغطي كل هاي الأجزاء كل واحد فيهم بالهستولوجي تبعيته هلأ زي ما اتفقنا أن الـ part of the digestive system في عندي الـ oral cavity هلأ الـ oral cavity مش بس عبارة عن التم من جوه فهو عبارة عن اللبس من بره عبارة عن اللسان عبارة عن الأسنان وعبارة أيضا عن السليفري جلاندي اللي موجودين عندي داخل الـ oral cavity بعد هيك زي ما حكينا بننتقل للـ digestive tract اللي هي ثاني محطة للطعام واللي هي منسميها الـ elementary canal أو digestive tract whatever اللي هي بتبلش أول إشي أول ما نخلص الـ oral cavity رح ينتقل الطعام إلى المريء اللي هو الـ esophagus بعد هيك لاء المعدة اللي هي الـ small intestine بعد هيك للأمعاء وأخيرا رح نوصل للإين الكلان وتطلع الفضلات عندي لبراء الجسم وزي ما حكينا فيه معاهم associated gland وأهم هدول الـ gland اللي هم البنكرياس والليفر اللي رح يساعدوني في هذا النوع معين من المواد خصوصا المواد الدهنية ورح ناخد هذا الحكي كليات إن شاء الله بالفيستيولوجي تمام بداية هيك بشكل عام يعني ايش هي الـ function تابعون الـ digestive system تم أول إشي الوظيفة الأساسية لأول محطة للطعام اللي هي الـ oral cavity وظيفتها إنه إحنا نبلع هذا الطعام أو يعني نبتلعه خلينا نحكي نعمل ingestion للطعام ونكسره لحجم أصغر من حجم البلس اللي إحنا أكلناها تمام فهذا كلياته بصير في الـ oral cavity بعد هيك هدولة الإطار الصغيرة تابعون الطعام بدنا نبلش مهضم فيهم رح يتم مهضمهم بيبلش من الـ oral cavity لإنه زي ما حكينا في عندي أوريدي glans موجودين داخل الـ oral cavity بيساعدوني على هضم المواد من أول ما تكون تبلش في التوم خصوصا عم نحكي عن الكاربوهايدريت والأميليز إنزاين والسليفري glans الموجودين بعد هيك مين اللي رح تقوم في عملية الـ digestion هي الـ stomach هي رح تقوم في جزء الأكبر لأنه زي ما بنعرف فيها الـ HCL بعد هيك رح نروح إلى small intestine والـ liver والبنكرياس كلياتهم رح يساعدوني في عملية الـ digestion بعد هيك رح نوصل للـ absorption والـ absorption بيصير في الـ intestine فالـ small intestine مسؤولة عن الـ absorption of the food والـ large intestine مسؤولة عن الـ absorption of the water وبالنهاية كل الـ waste product رح يصير لهم elimination ونخلص منهم من الجسم عن طريق الـ anal canal ويطلعوا لبره تمام هلأ رح نبلش نحكي عن الـ histology عن كل الحكي اللي قبل كان بس عبارة عن مقدمة مش تابع لا الـ histology ولا الـ physiology بس هيك مقدمة سريعة هلأ رح ندخل في جزء تبع الـ histology ونبلش في أول محطة لأي الطعام في الجهاز الهضبية تبعنا واللي هي mouth أو oral cavity واتفقنا الـ oral cavity بيشمل أربع شغلات بيشمل اللبس بيشمل من برة بيشمل tongue بيشمل الـ gum وبيشمل teeth كل هدولة هم الأجزاء تبعون الـ oral cavity ورح نبلش فيهم واحد واحد معادة teeth مش موضوعنا لأنها هلأ طب الأسنان تركناها تمام هلأ زي ما حكينا أو يعني رح تعرفوا كمان شوي إن شاء الله في نهاية المحاضرة رح نحكي عن أنواع الـ salivary gland إحنا حكينا إنه في الفم فين عندي salivary gland عشان هيك بتبلش عملية الهضم عندي من أول ما نكون في التم خصوصاً للكاربوهايدريت فإحنا الـ salivary gland بشكل عام في الجسم تبعنا مقسومين لقسمين major salivary gland و minor salivary gland كلياتهم طبعاً هدول السالivary gland هم عبارة عن exogrine gland يعني ما بيطلعوا الإفرازات تبعونهم في الدم لا هم بيطلعوهم بره تمام في ذاكت لقلهم هلأ بدي إياكم الماجر gland هدول سهلين وسهل كتير نميزهم وحنحكي عنهم في نهاية المحاضرة لكن بدي إياكم هلأ وإحنا قاعدين عم نشرح كل جزء من الأجزاء تبعوني القناة الهضمية لما أجيب سيرة minor salivary gland تركزولي عليها وتحطوها عندكم عجنب أو تحفظوها عبير ما نوصل بالنهاية ل minor salivary gland ونحكيهم فتكونوا مجمعينهم هلأ كل الأورال كيفيتي بشكل عام مغطى بالميوكس ميمبرين تعرفوا إحنا الأورال كيفيتي تبعنا لازم يظله بشكل مستمر فعشان هيك كلياته بيكون مغطى في ميوكس ميمبرين هلأ متى ما أحكي فيه إشي فيه ميوكس ميمبرين ميوكس ميمبرين عبارة عن طبقتين مش طبقة واحدة الطبقة الأولى عبارة عن إبيثيليم الإشي الثابت هلأ في كل أجزاء الأورال كيفيتي اللي بدي أحكيهم كلياتهم نوع الإبيثيليم الموجود فيهم is stratified squamous فما تعدوا تفكروا خلص ندامية جوة الأورال كيفيتي it's definitely stratified squamous الشغلة الوحيدة اللي بتفرق بين الأجزاء تبعوني الأورال كيفيتي اللي هو إذا هذا stratified squamous إبيثيليم is keratinized ولا nan keratinized هاي هي اللي بدي إياكم تحفظوا لي إياها حسب شو هو الجزء من الأورال كيفيتي اللي بنحكي عنه طمام طبعا هدولة بيكونوا cells طبعون الإبيثيليم بيكونوا rich with glycogen هلأ الجزء الثاني من الطبقة الميوكس ميمبرين دائما لما يكون في عندي إبيثيليم لازم يكون في تحتي طبقة من الكنيك تفتشوا لأن الإبيثيليم is avascular ما فيه blood supply فاللي رح يعطي البلد supply هو الكنيك تفتشوا اللي تحته فدائما تحت الإبيثيليم لازم يكون فيه عندي كونيك تفتشوا هون هذا الكنيك تفتشوا منسمي اللامنا بروبريا تمام طبعا هي عبارة عن loose كونيك تفتشوا زي ما حكينا بتكون أنقرد الإبيثيليم أهم إشي فيها أنا بتحتوي على blood vessel وهي المكان كمان اللي بيكون فياته الماينر ساليفري جلاند اللي رح نحكي عنهم بالإضافة لللمفاتيك والنير تمام فبدي تركزوا لأنه الماينر ساليفري جلاند موجودين في الطبقة التانية من الميوكس ميبرين اللي هي تحت الإبيثيليم وأنه اللامنا بروبريا أو اللي هي الطبقة اللي تحت الإبيثيليم وهي عبارة عن loose connective tissue هي اللي تحتوي على blood vessel اللي بتغذيري الطبقة اللي فوقيها هلأ رح نبلش نفصلهم جزء جزء من الأجزاء تابعون oral cavity ونبلش أول شي في القم القم ما في عليها حكي كتير مبدئيا القم هي أكيد عبارة عن miyukis membrane واضح لأنه إحنا حكينا كل الأورال cavity تابعنا مغطة بالmiyukis membrane اللي هو عبارة عن طبقتين مش رح نرجع نعيده طيب حكينا الاختلاف في طبقات الميukis membrane بين الأقسام تابعون الأورال cavity هو بس أنه الإبيثيليم الموجود فيهم هو keratinize ولا non keratinize بالنسبة للقم فهو keratinize تمام؟ وأكيد التكمل stratified squamous epithelium هاي اتفقنا عليها طبعا هاي القم اللي هي موجودة هون وموجودة هون بتكون شمالها بتكون أدهرا تملزقة في البرستيام تباع الآل فيلربون تباع التيف تمام؟ أوكي هلأ نيجي لجزء المهم واللي هو اللبس اللبس لو إجينا تطلعنا عليهم كهيستولوجي فرح ألاقي إنه في عندهم internal surface وفي عندهم external surface وفي عندهم الحشوة تبعية اللبس تمام؟ هلأ بالنسبة للحشوة تبعيتهم هي عبارة عن مثل شو هي هاي المسل؟ اللي هي orbicularis oris muscle اللي هي عبارة عن volentary مسل لإنه إحنا منقدر نحرك اللبس تبعونا تمام؟ أوكي بالنسبة لل external surface هو مبدئيا الإشي اللي إحنا شايفينه هو اللي لجهة الاسكن تبعنا فأكيد رح يكون covered by skin اللي هو موجود على الفيس تبعنا أوكي internal surface لأ رح يكون لهاي الجهة الجهة الداخلية هذا هو internal surface of the lips فهذا رح يكون عبارة عن mucus membrane فبينطبق عليه أنه هو عبارة عن طبقتين طبق الاول certified squamous epithelium والطبقة التانية اللي هي connective tissue والإنسايد اتفقنا أنه بتحتوي على bundle of skeletal muscle اللي هي orbicularis oris muscle بالإضافة لـ fibro الى connective tissue هلا نيجي نفصل الموضوع شوين نبلش أول شي في internal surface واتفقنا ال internal surface اللي هو نفسه هاد في هاي الصورة هذا عبارة عن mucus membrane طيب داو mucus membrane معناها بدي أشوف الـ epithelium اللي فيه هو keratinized زي القوم واللنن keratinized هو non keratinized certified squamous epithelium بالنسبة لللمنا بروبرية طبقيته ما بتختلف عن اللمنا بروبرية تبعت أي mucus membrane فهي هي عبارة عن لوسكل مكتب تشوف فيها blood vessel فيها lymphatic وفيها nerve والإشي المميز فيها إنه فيها minor salivary gland تحديدا أي واحدة من minor salivary gland اللابial gland فهي أول واحدة ذكرناها من minor salivary gland اللي هي اللابial gland فبدي تحطوها في بالكم عشان لما نحكي عن minor salivary gland نكون عارفين وين بتكون موجودة تمام؟ متفأنا دائما من minor salivary gland بتكون في الطبقة الثانية تبعت الميوكس membrane اللي هي في اللمنا بروبرية طيب الجزء الاكستيرنال من يعني من اللابس حكيانا هذا بيكون مغطى بسكن وكالعادة انه سكن فأكيد رح يكون فيه hair follicle sobecious gland وسويت gland هلأ لو اجينا طلعنا هلأ على اللبس نفسهم هادول اللبس نفسهم هادولة لا هم سكن ولا هم ميوكس membrane يعني بين البيناين فعشان هيك هادولة فعليا منحكي عنهم modified skin تمام؟ لاش modified skin لأنهم اول اشي كمية الكراتين اللي فيهم اقل هما الكراتينيز ذان الاسكني العادي اللي هم اللي موجودين على external surface of the lip ما فيهم hair follicle ما فيهم sobecious gland ولا sweaty gland هدولة بنحكي عنهم الاحمر اللي احنا شايفين اللي بيكون الشفة تبعيتنا هذا هو red margin of the lip طيب هاد ليش بيظهر تقريبا لونه على حمار السبب انه red color تبعه بيكون due to the reflection لل underlying blood vessel اللي موجودين في طبق الديرمس اللي تحت تمام؟ آخر اشي بدنا نحكي عنه اللي هو المثلت اللي موجود هون المثلت الموجود هون هذا بنحكي عنه lip margin او بنحكي عنه vermilion ها هي هي بس خلينا نحكي junction between لما يصير عندي change في epidermis من انه يكون highly keratinized تبعي الفيس ليصير less keratinized lip skin اللي هو اللي معطيني الحمار اللي موجود هون تمام؟ يعني بتحول من محل تحول الى المودفايد السكن اللي موجود على الليب نفسهم هذا بنسميه lip margin او المليون تمام؟ هاد ريتش يعني الاشي اللي كتير مميز فيه انه كتير فيه supply by nerve فيه كتير كمية free nerve ending فهو كتير sensitive لأي اشي يعني عليه تمام؟ فحتى لما ينجي مثلا بنعمل sensation test هاي المنطقة بتكون مليانة في free nerve ending فبتكون كتير حساسة لأي اشي عليها وهاي المنطقة برضو هي اللي بتكون بصير فيها الهير بس اكيد لما مر عليكم او صار معاكم اللي هو الهير بس هذا اللي هو عبارة عن virus بصيب الشفة العليا ومنحكي عنها سعيدها الحالة هير بتك stomatitis تمام وهاي بتصير بسبب virus اسمه hair stumblex virus type 1 تمام اوكي طبعا مبدئيا الvermillion لو انتو رحتوا قربتوا على المراي رحت تقدروا انكم تشوفوا بيكون هيك فوق الشفة مثل في خط ابيض مش زي الاسكن اللي فوق ومش زي الشفة من هون تمام هيك بيكون خط ابيض كتير رفية تمام هاد هو الvermillion اوكي هلأ نيجي نحكي عن ثالث structure من structure تبعون oral cavity واللي هو tongue tongue زي ما انتو عارفين هو عبارة عن highly muscular organ ففعليا tongue هو عبارة عن muscle تمام هو متكون من skeletal muscle تحديدا مش muscle وحدة هو عبارة عن four intrinsic muscle and extrinsic muscle مش هنخوض بالتفاصيل تبعون muscle هتو رح تاخذوها ان شاء الله في الاناتومي اكيد مغطى فيه mucus membrane من two side اللي هو هذا side اللي احنا شايفين قدامنا والside اللي هو لما نرفع لساننا لفوق بيكون تحت تمام هلا هذا side اللي انتو شايفين قدامنا هذا هو door thumb of the tongue واللي تحت لما نرفع لساننا ونشوف وهذا اللي بيكون مليان في blood vessel هذا هو ventral surface of the tongue تمام فهذا اللي احنا شايفين قدامنا في الصورة هو عبارة عن door thumb of the tongue طيب نجي نحكي بما انه هو مغطى فيه mucus membrane زي ما حكينا فمعناها فيه طبقة من epithelium وطبقة من المنابروب طيب معناها طبقة epithelium احنا keratinized يعني هيك وهيك يعني ما بينهما اللي مش keratinized ولا keratinized complete تمام هلا زي ما احنا عارفين بيكون فيه تحتها underline connective tissue ولكل connective tissue هدول اللي بيكون مليانين اللي هي المنابروب ريا بتكون مليانة في blood vessel والنير وال lymphatic tissue او lymphatic vessel بالاضافة للمiner salivary gland هلا يجور احنا التنج لما نيجي نتطلع عليه رح نتطلع عليها كجزئين في عندي هون هاي المنطقة اللي بتكون على شكل متلت هاي اسمها السلك terminalis هذا عبارة عن جروف بيفصلي التنج لتو لجزئين يعني الجزء الاول اللي هو بيكون anterior to third والجزء الوراني هو posterior third تمام فإحنا فعليا بمتطلع على التنج على اساس انه جزئين posterior third والانتير to third تمام هايوتو هون شايفينه اوكا تمام فإذا عندي anterior to third of the dorsum تبع التنج بيحتوي على projection اسمهم البابلي هدول لو اجيتوا اطلعتوا هايوتو التنج من قدام بيكون anterior to third مقط هلا كمان شو رح نحكي بالتفاصيل تبعون هدول البابلي لكن فعليا لو اجيتوا انتوا لمستوا surface تبع التنج تبع خصوصا الانتيرير to third رح يكون خشن والسبب في خشونته انه في عليه هدول النتوءات اللي هم عبارة عن البابلي بينما البوستيرير third هذا بيكون في عليه اللوزتين مش اللوزتين طبعا من البلطان اللي هم lingual tonsil فإحنا فعليا في عندنا lingual tonsil وفي عند البلطان tonsil اللي بيموجودين في البوستيرير third of the tank هدول بيحكي عنهم lingual tonsil ورح نحكي كمان شوي ليش هدول ما بيلتهبوا مثل ما البلطان tonsil دائما بيلتهبوا وبيضل يجونا البيشونت بالتهاب في اللوزتين تمام حكينا إذن السل كس ترمينال شو بيعمل واتفقنا انه هو رح يقسم للتانج لتوبار الانتيرير تو third هذا منسميه الbody of the tongue أو الoral tongue وهذا هو المسؤول عن التاست وهو اللي بيحتوي على التاست pod تحديدا بيكونوا موجودين على البابلي هنشوف كمان شوي هذا الحكي والbosterior one third هذا منحكي عنه base of the tongue أو منحكي عنه الفرنجي التانج اللي هو posterior third وهذا هو اللي بيحتوي على lingual tonsil تمام هلأ نيجي نحكي هك خلصنا بالنسبة ل door sum of the tongue هلأ نيجي نحكي عن الجزء السفلي من التانج اللي هو لو رفعنا لساننا وهذا بيكون ventral surface of the tongue أول شغلة يعني أكيد كلياتكم بتلاحظوها لما تطلعوا على لسانكم من تحت إنه مليان في البلد بسلز المرئيين تمام فهي أول شغلة بديكم تكونوا عارفينها وهذا الإشي بأنه هو rich of blood supply أمكننا إنه نستخدمه بتو clinical users الأول إشي إنه بيمكنني من إني عائس الحرارة أكيد إنه لما تحطوا الميزان تبع الحرارة بتحطوه تحت الإلسان فبيكون قريب من الفسل فبيعطيني أقرب درجة حرارة لجسمي من جوه والشغلة الثانية اللي استفدناها من ventral surface of the tongue بما إنه في عندي بلد بسلز كتير سطحيين وكتير يعني rich of the blood supply فرح نستخدمه حتى نعطي stop lingual medication فإيش دغري رح توصل للميديكيشن لجوه فهدول فائتين كتير مهمين بالنسبة لل ventral surface of the tongue طيب برضه هو أكيد مغطف الميوكس الميبرين زيه زي الدورسم of the tongue بالنسبة لشو نوع الابثيلم الموجود فيه فهو لكنه non keratinized هذا كان bora keratinized هذا non keratinized وكالعادة أكيد فيه تحتي underline connective tissue عشان يكون فيها هي البلد بسل وأكيد هذا ما فيه ببلا ما فيهاته النتوءات اللي موجودة على الدورسم of the tongue اللي بيكون فيه عليهم التست بوتس اللي مسؤولين عن عملية التست بالنسبة لآخر إشي اللي نحكي عنه اللي هو lingual gland فأنا فيه عندي glans موجودين في ventral surface هدول برضه عبارة عن minor salivary gland فلهلأ صدنا حاكين عن two minor salivary gland فتكونوا مرقزين اللي فيهم فالlingual glans هدول عبارة عن minor salivary gland مبدد في الطبقة التانية من الميوكس ميبرين اللي هي في connective tissue تبنون ventral surface of the tongue تمام هاي هون عندي برضه صورة تانية للتنج هذا الجزء اللي هون هذا اللي فياته نتوءات هذا عبارة عن dorsal surface of the tongue والجزء السفلي اللي هون هذا هو عبارة عن ventral part وزي ما انتو شايفين هون هدول هم lingual gland اللي انا حكتلكم عنهم انهم minor salivary gland تمام اوكي طيب هلا بدنا نبلش نحكي عن البابيلة اللي اتفقنا انهم هم عبارة عن نتوءات موجودين وين موجودين على dorsal surface of the tongue تمام هم فإذا هم بس عبارة عن little projection هلا هدول كلياتهم هم عبارة عن central core of connective tissue ومغطية بstratified square مثل ابتية لمزيهم زي كل الاشياء اللي موجودة في الoral cavity هلا لو يجينا اطلعنا على هدول البابيلة يعني مثلا لو يجينا اطلعنا على هاي الصورة فهذا شكل من الاشكال تبعون النتوءات وهدول الصغار اللي بيكونوا ارفع برضو شكل تاني من اشكال النتوءات ففعليا انا في عندي four types لهدول النتوءات خلينا نحكي عنهم واحد واحد بالتفصيل ونشوف كل واحد فيهم وين موجود تحديدا جواء التنك هلأ مبدئيا الصور هلأ لما نحكي عنهم كل واحدة بدي كتير تركزولي عليهم لانه صراحة كتير الدكتورة بتحب انها تجيبهم في الامتحانات تمام في اللاب اوكي نبلش فيهم وحدة واحدة اللي هما طبعا الفليفورم بابيلي في عندي الفونجفورم بابيلي هاي الفليفورم هاي الفونجفورم بعد هيك عندي سير كامفلت بابيلي وآخر إشي فيه عندي الفوليات ببلي هلأ حنحكي عنهم واحدة واحدة ونشوف مين فيهم في عليها تاست بود مو إحنا اتفقنا إنهم هما موجودين على الـ anterior two third تابعون الطنج اللي هو مسؤول عن التاست واتفقنا إنهم هما اللي بيكون عليهم التاست بود اللي مسؤولين عن عملية اللي هما يعني التاست ريسابتور تابعونا بس هلأ مش كل هذه الأنواع في عليهم تاست بود عشان أسهلكم عليهم أول واحدة الفليфون هي اللي ما عليها تيست بود. الثلاثة التانيين كلياتهم عليهم تيست بود فهم بيشاركوا في عملية التيست. نبلش اول اشي في الفليفورم. الفليفورم اسهل طريقة حتى يتميزوا الشكل تبعها عن الباقيين. اللي هو عقولة الدكتورة زي الشعلة تبعية النار. تمام? فهي بتكون زي هيك جاية مثل متلتة مثل شعلة زي ما بتكون تحفظوها احفظوها تمام? هي بتكون كونيكل في الشيب وزي ما اتفقنا ما بيكون فيها تيست بود. طيب شو نوع بأنها هي مغطية في ميوكس ميمبرين هي عبارة عن core of connective. شو مغطة في ابيثيليم؟ شو نوع الابيثيليم الموجود فيها? بيكون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليم تمام? بالنسبة ل حكينا انه عددهم بيكون كبير وموجودين في الانتيرير 2 ثرد عشانهم موجودين يعني هم مسؤولين يعني كلياتهم البابلي بس موجودين على الانتيرير 2 ثرد. اما البستيرير 3 بيكون فقط عليه التونسلس. اوكي والventral surface اتفقنا اصلا ما فيه عليه بابلي اوكي. هذا اذا بالنسبة للفليفورم بابلي وهي موزعة تقريبا في كل مكان من الانتيرير 2 ثرد مش موجود في مكان معين واحد تمام? فهيهم في هاي الصورة مثلا كل هدول النقاطهم عبارة عن فليفورم بابلي فهم موزعين بشكل عشوائي يعني. اوكي بعد هيك في عندي الفانجي فورم بابلي. الفانجي فورم بابلي هاي بتكون شكلها مثل الماشروم شايف دلي هي مثل هيك. شايفين كيف بيكون شكلها? اذا كانها بتكون معلقة او هيك. هاي المميز فيها اول شي انها very vascular اكيد احنا بنتفقين انها هي موجودة في الانتيرير 2 ثرد of the tongue و بتكون موجودة among الفليفورم بابلي. يعني وين موجودة بالضبط? هلا بفرجيكم اياها بكبر لكم عليها. المهم انه بدياكم تكونوا عارفين انه نوع الابيثيليم تبعها بيكون non keratinized epithelium اوكي. فهاي الشغلة تكون ما يزينها الفليفورم كانت keratinized الفونجفورم مش keratinized اوكي وطبعا اكيد رح تكون red ليش red? لانه زي ما اتفقنا هي it's very vascular فعشان هيك بيظهر لونها red تمام? فبس اه تمام وطبعا هي هاي حكينا انهم التلات التانيين طبعا البابلي كلياتهم بيحتووا على taste bud على superior surface طبعهم اوكي فهاي هون لو اجينا اتطلعنا مثلا على هاي الصورة هادورة هم الفونجفورم بابلي وكل هادورة الصغار اللي بيناتهم يعني اللي عددهم اكبر هو الفليفورم واللي عددهم اقل هم الفونجفورم تمام بعد هيك رح تيجي عندي السيركم فلت بابلي اللي هو زي ما انتو شايفين بيجي زي هيك شكلها او مثلا فيه الصورة اللي فوق هايوها تطلع كيف بيكون شكلها وتكون هيك من فوق السطح تبعها شوي فلاد جاي تمام اوكي اول اشي هدولة حجمهم هم اللاجس بابلي بيناتهم كلياتهم وعددهم بيكون الاقل عددا بين التنتين اللي فوق حكنا عنهم فعددهم تقريبا بيكون عشرة لخمستاش موجودين في التنك وين تحديدا موجودين في التنك شايفينهم هايو هدولة المصفطين هون اخر الدورسل سيرفس او اخر الانتيرير تو سيرد تبعون الدورسل سيرفس او في تنك وناكن رح نلاقي السيركم فلت واتفقنا عددهم فقط من عشرة لخمستاش فهما موجودين بالضبط in front of the sulcus terminalis مو اتفقنا ان انا في عندي sulcus terminalis اللي شكله مثل حرف الفي بيوصل الانتيرير تو سيرد عن البوستيرير وانتير فهم بالضبط قدامه اوكا يعني اخر اخر الانتيرير تو سيرد او في دورسل سيرفس او في تنك تمام هذولة شو يعني هما فعليا مش عبارة عن بروزات يعني فعليا مستواهم جاي على مستوى كل الالسان لانهم زيك انهم عبارة عن بروز داخل حفرة تمام فعشانك بيظلهم مواطين يعني ما بيكونوا عاملين انهم بروزة عن جد تمام ولانهم موجودين ديب في الكونيكتف تيشو تبعونهم وذي ار سروندد باي جروف هذا الجروف منسميه الفرو او الترنش اوكا هلأ شغلة كتير مميزة فيهم انهم بيحتووا على اشي اسمه الفون ابنر هذول الفون ابنر هم عبارة عن قلان بفرزولي يعني مسؤولين عنهم يعملولي هايجولايس شو يعني هايجولايس يعني هم مبدئيا اللي مسؤولين عن انه كل الاكل اللي انا باكله هم اللي بيخلولي الاكل تبعي يدوب تمام وبنفس الوقت شمال هم راح ينطفولي اي اشي بيدخل عندي على التوم تمام فهاي شغلة كتير مميزة في هدول في هدول البابلي انهم عندهم الفون ابنر اللي راح تطلعلي او هي المسؤولة عن انها تطلعلي مواد سرس تمام فبالتالي بيشتغل عشان المواد كلياتها الدوب قبل ما تدخل على الجهاز الهضمي تبعي وكمان هي اللي راح تبلش في عملية الليبيد هايدجولايسس تمام اوكي بالنسبة لايش نوع ابيثيليم تبعها فهو نن كرتينيز ابيثيليم واكيد في عليهم تيست بود وهما موجودين التيست بود هاي المرة على يعني في الفونجي فورم كانت التيست بود جاي على الابر او على السوبيرير سيرفس تبعهم بينما هون التيست بود جايين لترال لهدولة البابلي اوكي تمام هيك مفروض انه ما ضل اشي عن هذا اوكي هلأ ضل عندي اخر نوع من البابلي اللي هو الفوليات بابلي الفوليات بابلي تطلعوا كيف بيكون شكلهم يعني جاي شكلهم كولمنا خلينا نحكي اكتر فهم عبارة عن short vertical fold موجودين على side of the tongue تمام فاذا الفونجي فورم والفلي فورم كانوا موزعين على كل الدورسال سيرفس الانتيرير تو سيرد السيركم فلت كانت بس موجودة على شكل قوس اخر الانتيرير تو سيرد او في دورسال سيرفس او في تانج واخر اشي الفوليات هدولي بيكونوا موجودين على اللترال side of the tongue مش عارف صراحة اذا مبينين هون مش مبينين كتير وسيهم هون بس بيكونوا تمام الفوليات اوكي بالنسبة لا نوع الابيثيليم اللي مغطيهم بيكون non-keratinized squamous ابيثيليم وكل واحدة من البابل اللي سيباريتد عن اللي جنبيها بيقروف وهي بتحتوي على او هذا الاجروف بيحتوي على كمية كبيرة من taste spots هاي شغلة جدا مهمة وممكن تيجي سؤال انه هذا التايب كتير عنده high risk انه يصير فيه oral cancer فاذا سألتم مين اكتر نوع من البابل بيحمل رسك انه يصير فيه oral cancer فهو الفوليات بابل برضا لو جيتوا اطلعتوا على التنغ تبعكم من جنب فعليا ممكن انه لو ركستوا تقدروا تشوفوا هدولة الفوليات بابل تمام وهاي زي ما حكيت لكم في بناتهم بين كل واحدة من الفوليات بابل في عندي جروف وهذا الجروف هايوته مليان في taste buds فاذا الفوليات بابل تبعونهم وين موجودين موجودين في الجروفات بالنسبة لالسيرجم فالت بابل موجودين تبعهم وبالنسبة للفونجي فورم موجودين على السوبيل رسيرفس تبعهم واخر اشي الفيلي فورم بابل اصلا ما في عليهم تبعهم تمام واللي وحيد اللي فيها كيراتين ايز سترتفايد ابثيلا من البابل اللي هي الفيلي فورم بابل الفيلي فورم موزع كل مكان والفونجي فورم موزع بين الفيلي فورم لكن عددها اقل وحجمها شوي اكبر واخر اشي السيركم فالت هي اكبر واحدة عددهم فقط من 10 ل15 واخر اشي اللي على جنب اللي هم الفوليات بابل اللي هي بتحمل الرسك العالي للأورال كانسر طيب هلأ ان كل الاشياء طبعون الحواسط الخمسة طبعون هم عبارة فعليا عن نيورو إبيثيليا فالتايس بوت هم مبدئيا عبارة عن نيورو إبيثيليا لو اجينا اطلعنا على الشكل تبعهم ففعليا في عندي اكتر من نوع من الخلايا يقع ضمن هدول التايس بوت في عندي هدول اللي لهم شعر من فوق اللي لونهم أصفر هدول هم السنسوري أو التايس سل وعددهم بيكون في كل تايس بوت تقريبا بين خمسين لمية سل في البد الوحدة بعد هيك في عندي هدول اللي جايين باللون البنفسجي بين التايس سل هدول نسميهم السبورتين سل وآخر اش اللي عندي موجودين في القاعدة اللي باللون الأخضر هدول عبارة عن البيزل سل أو عبارة عن الاستمسل فمنطقيا صرنا عارفين بأنه في عندي استمسل في هدول التايس بوت فمعناها هم بيقدروا إنهم يعملوا ريجينيريشن لو صار فيهم أي دمج أو أي مشكلة تمام هلا بيحكي بشكل عام هلا عن التايس بوت هي موجود في بالضبط على البابلي وتقريبا عندي من 2000 ل 8000 تايس بوت زي ما اتفقنا إنه كل تايس بوت فيها 3 types of cells وتايس بوت واتفقنا هدول طبعا التايس بوت رح يكونوا موجودين عشان السلايبة تمام واتفقنا إنه في عندي ثلاث أنواع من الخلايا حكينا إيش وهاي هون صورة تانية للتايس بوت ضروري إنكم تكونوا عارفين شو هي التايس بوت وهاي نحكي أول إشي هلأ عن أول نوع من الخلايا اللي هم اتفقنا اسمهم التايست cells اللي هم باللون الأصفر اللي إلهم شعر هدول اللي بنحكي عنهم هم هدول بالضبط اللي عبارة عن Neuroepithelium وهدول اللي بنقدر نحكي عنهم إنه هم Keymore Receptor Cell هلأ هدول زي ما إنتوا شايفين كيف شكلهم فهما بيكونوا tall وكلهم نرسل وبيكونوا Inposition وفي عندي 3 types منهم Type 1 وType 2 وType 3 مش رح نحكي بالتفاصيل تبعهم إن شاء الله بالفصة وحتاخدوهم هلأ الشغلة المهمة تكونوا عارفين لياهم إنه أول إشي في عندي إلهم من فوق زي حكيت لكم شعر فهذا الشعر اللي بيكون عليهم من فوق منسميه الGastatory Hairlet تمام فهي أول شغلة وهذا اللي طبعا بيكون Project Wayne في البور اللي حكيت لكم منها بتكون موجودة حواليهم هاي الحفرة اللي حواليهم اللي بتكون عشان يمر منها الميوكس تمام فهو هاي ذي البور بتسميها الGastatory بور تمام آخر إشي بالنسبة ل الBase تبعهم لو جيتوا طلعتوا على الBase تبعهم فهو عامل Synapse مع الNerve بيحتوي على Vesicle زي ما إنتوا شايفين بيحتوي على حوصيلات تحتوي على Neuro Transmitter وبتعمل Synapse بالنسبة للSupporting Cell اللي هم زي ما حكتلكم هون اللي كانوا باللون البنفسجي هدول هم عبارة برضو عن Talkuliner Cell وبيكون عندهم Outer Wall يعني بيشكلولي Outer Wall تبع Taste Spot يعني هم اللي جايين لبرة واللي جايين بالنص هم Taste Cell تمام أو Neuro Epithelium وآخر إشي حكيت لكم أنا في عندي تحت اللي هو الBasell Cell وهدول هم المسؤولين عن شو عن عملية الRegeneration تمام فهما مسؤولين بيشتغلوا از استمثل عشان الRegeneration وتقريبا الAverage Life للTaste Pots عشر أيام وبعدها بتموت وبتطلع محلها Taste Pod جديدة من وين رح تطلع من الBasell Cell اللي موجودة عندي في القاعدة اللي هي هون حكيت لكم هدول اللي لنهم أخضر تمام أوكي هلأ بالنسبة للSensation of the Taste دمان كانوا يحكوا انه انا اللسان تبعي مقسم لمجموعة من الاقسام جزء مثلا بيحس في الطعم الحامد جزء بيحس في الطعم المالح جزء بيحس في الطعم الحلو لكن هذا الحكي طلع انه غلط وانا ما في عندي خريطة او ما في عندي tongue map فعليا لا انا خلص كل الTaste Pots تبعوني او كل هدول الكيموريسبتر بيقدروا انهم يحسوا لي في جميع الاطعم شو ما يجع عليهم طعم عادي بيقدروا انهم يحسوا فيه ويبعثوا رسالة للبراين والبراين سعيتها يوصل لك فكرة انه اه والله انت اكلت اشي sweet اه والله انت اكلت اشي sour اه والله انت اكلت اشي salt bitter ولا امامي تاست تمام فاحنا فعليا في عندي خمس انواع من التاست اللي ممكن انحس فيهم طبعا الامامي هذا هو الطعم اللي بنحس فيه زي لما ناكل لحمة تمام هو بيكون في الاشياء اللي بيكون فيها high level of glutamate بتعطيني طعم اسمه الامامي تاست تمام فهاي الشغلة اللي بدياكم بتكونوا عارفينها انه ما في عندي خريطة لا كل التاست بطس تبعون بيقدروا يحسوا الخمس اطعم هدول كلياتهم طيب السؤال القوي بين الخمس اطعم اللي انا حكتلكم عنهم مش شايفين الطعم الحار فبالتالي في عندي سؤال هل فعليا اصلا الحار هو بقدر اني اصنف انه هو طعم اوكي ببساطة الجواب لهذا السؤال انه لا الاسبايسي مش تاست انه حكينا احنا فقط في عندنا خمس انواع من التاست اللي بنقدر نحس فيهم المعنى شو شعور الحار اللي احنا بنحس فيه لما ناكل اي شي حار هو عبارة عن combination لهوت and pain sensation ففعليا انا في عندي جوا الاكل الحار او اي شي فيه الـ بيكون فيه مادة اسمها الكابسيسين او الكابسي الكابسيسين تمام هذا هو عبارة عن المادة الاكتف في اي شي حار احنا بناكله هلأ هاي المادة مجرد ما انها وصلت للدماغ ففعليا هي بتفعلي البين ريسبتر تبعوني او بتفعلي الفنيلويد ريسبتر اللي موجودين فبتعطيني او بتعطي هدول الريسبتر شعور انه احنا حاسين في بين وهيت بنفس الوقت فرح يوصل هذا الحكي للدماغ انه ايش احنا ما اكلنا اشي حار لا احنا ايجانا اشي بين واشي هوت تمام اوكي هلأ مجرد ما البين تعرفوا انتو متى ما احنا حاسين في بين بيبلش البين يعطيني اوامر بانه يطلع لمواد يتخفف هذا البين فرح يطلع لأهم المواد اللي رح يطلعها لما ناكل احنا اشي حار او اي اشي بيعمل عندي بين في الجسم اللي هي الاندروفنز هدول الاندروفنز بيتشبهوا في المورفين تمام فهم فعليا اشياء زي كأنه احنا منصير مدمنين او هذا هو الاشي اللي بيخلي انه احنا نستمتع في اي اشي حار احنا مناكله تمام السبب هو انه لما جسم يطلع الاندروفن الاندروفن هو بيحكوا عنه هرموني استعادة بنفس الوقت بيخفف الالام وبيعطي هيك شعور حلو تمام فعشان هيك الناس بصيروا مثلا اللي بتحسوا اللي بياكل حار خلص بصير يتعود كل الأكل اللي بده يأكله يكون حار تمام فهاي هي الفكرة اذا احنا لما ناكل حار ما في عندي تيست بودس بتحس انه اه والله انا اكلت طعم حار لا الفكرة انه انا في عندي ريسبتر اسمهم الفانيلويد ريسبتر رح يحسوا بانه انا في عندي بين وهيت ويوصل هذا الشعور لبرين عأساس انه في عندي بين وهيت وبالتالي البرين يعطي اوامر للجسم تحديدا للبتويتري جلاند انها تطلع لي هرمون او يعني تطلع لي الاندروفنز عشان تقلل من الوجع وهذا الاشي اللي بيخلينا انجوي ايتنك السبايسي فود تمام طبعا الشغل اللي بدي اياكم تكونوا عارفين انه هدول التايس بوتس ما بيتأذوا بسبب هذا البين اللي احنا حسنا يعني فعليا هو السبايسي فود ما بيروح بيدمروا لي التايس بوتس لا عادي ما بصير عندي دمج للتايس بوتس تبعهم وعادي مجرد ما راحت هاي المادة الفعالة شو ما لو رح يصير في عندي وعادي نرجع نقدر ناكل اي اشي ونحس في طعم الاشياء الثانية غير اللي سبايسي اوكي تمام وبرضو طبعا رح يتلاحظوا انه بستاكلوا مثلا كمية حار كتيرة اول شي بتكونوا تحسوا بوجع وتتوجعوا وبعد بفترة بتحسوا زيك انه لسانكم متخدر صرتوا عم تاكلوا الحار بس مش قاعدين عم بتحسوا في وجع مثل اول ما بلشت تاكل الحار برضو هاي بتفسرها ظاهرة ال capsicum desensitization اوكي انه رسبتر خلص ببطلو يعني يريسبوند للحار اللي انت قاعد عم تاكل او لشعور الهيت والبين اللي قاعد عم نخس فيه طيب هلأ في عندي ظاهرة اسمها الكوتتاك اللي هي يعني خصوصا لما تكونوا صايمين مثلا لو اجدوا اطلعتوا عالسانكم رح تلاقوا انه في عليه طبقة بيضة هلا شو إستط على اللسان تمام هلأ مجرد ما تراكمت هدول الديبريز هلأ حنحكي ليش أصلاً بالديبريز يتراكموا على التنك أو شو الأسباب هذا الإشي رح يمنع الطبقة اللي تحت اللي هي على اللسان اللي هي الكيراتينايز إبيثيليم تبع اللسان هو بالعادة بيضل شماله يعمل يعني يرينيو ولحاله ويطلع منه زي هيك يعني طبقة خلاص لحالها توقع وتروح تمام فأنا لما هدول الديبريز يعلقوا على اللسان رح يمنعوا هاي الطبقة تبعة الكيراتين من إنها تنزل وتطلع لبره فبيصيروا يتراكموا فوق بعض يتراكموا فوق بعض ويعملوا لهاي الطبقة اللي هي الكوتة التنك طيب شو الأسباب أصلاً طبعاً هذا الإشي ممكن يأدي إنه يصير فيه عنده أكوميليشن للبكتيريا وبالتالي يصير فيه عند التهاب في اللسان طيب من الأصل ليش الديبريز صارت تعمل بلدنك على اللسان تبعنا وبالتالي حشرة الطبقة اللي تحتها اللي هي الكيراتينيز إيريا اللي قاعدة عم تعمل رينيويل ممكن يكون السبب اللي هو باد أورال هايجين واحد ما بيفرش سنانو مثلاً ممكن يكون السبب دي هايدريشن زي اللي بيصير وإحنا صايمين ممكن يكون السبب واحد بتنفس من ثمه التنفس من الثم برضه بيعمل هاي الظاهرة التدخين بيعملها درينكينج الكحول وأخيراً وليس آخراً الأورال كاندياسز اللي هي عبارة عن فنقل إنفكشن بيصير خصوصاً في الناس اليميونيكمبرمايز تمام؟ أوكي هلأ بنا نحكي عن آخر إشي اللي هو البوستيرير ضل عندي البوستيرير third of the tongue اتفقنا إنه هذا بيكون فياته اللينجوال تنسل طيب حكيت لكم أنا وقتها إنه اللينجوال تنسل مش كومون إنه يجيني الناس بيالتهاب في اللينجوال تنسل أو يعني بالأحرى ما عم روح حد إيجاني حكالي مالتهبين اللوث طبعوني طبعون للسان اللينجوال تنسل مع إنه هي أكثر إشي تخبط أو تختلط في الأكل اللي ممكن يكون محمل في البكتيريا ليه ما بتلتهب؟ طبعاً أول بس قبل ما نحكي ليش ما بتلتهب نحكي عن المعلومات الأساسية إنه هي موجودة في البوستيرير third of the tongue وأكيد ما فيها تنج بابيلي وبالتالي ما في عندي تيست باد بنوع الإبيثيلم اللي هي مغطئة فيه رح يكون النون كيرتنايز ستريتفايد اسكويمس إبيثيليم طبعاً الإبيثيلم هذا بيكون بيعمل انفاجينيشن ولما يعمل انفاجينيشن بيعملي إشي اسمه كريبت فرح تكون مليانة في الكريبت هلأ هدول التونسل خلينا نحكي اللينجوال تونسل بشكل عام هم عبارة عن لمفويد لمفويد فوليكل متجمعين مع بعض فعملولي هاي اللينجوال تونسل طيب هلأ نحكي إذن عن السبب اللي بيخليلي هدول اللينجوال تونسل ما يصير فيهم التهاب ببساطة لأنه في عندي كمية منيحة من الميوكس غلاند بتطلع عندي في هاي المنطقة وبالتالي هاده رح يعمل عندي cleaning and wash off لأني ديبريز بتكون موجودة وأي بكتيريا بتكون موجودة فبالتالي هي أسست اليميون سستم in the production of antibody to fight the invading bacteria and viruses هاي وظيفة تانية إلها يعني فهي ما بتلتهب بسبب الميوكس غلاند اللي بيكونوا موجودين وجودة وبنفس الوقت هي إلها وظيفة بزي التونسلز العادية دائما للتونسلز هما جزء من جهاز المناعة فهي بتساعد جهاز المناعة بإنه يعمل production of the antibody وبالتالي to invade يعني fight لأي invading bacteria أو viruses بيدخلوا عنا تمام هلا هيك خلصنا مين خلصنا oral cavity بجميع المكونات تابعونا تمام قام شا تركزولي مين اللي فيه keratinize ومين اللي فيه non keratinize وزي ما اتفقنا كمان نركز على موضوع taste buds ونركز على موضوع البابلي وأنواعها وكيف أشكالها في الهيستولوجي هلا بدنا ننتقل لها جزء ثاني واللي هو الفارنكس أوكي هلا الفارنكس ما فيه عليه حكي كتير بس بدي تكونوا عارفين إنه الفارنكس بنقسم بثلاث أقسام في عندي النيزل النيزوفارنكس اللي هون أول الفارنكس من فوق اللي هو directly بعد النيزل cavity نهايةً رح يكون في عندي اللارينجوفارنكس الأوروفارنكس واللارينجوفارنكس مو بطنين في نفس نوع الإبيثيليم اللي هو النن كيراتيناس ستريتفايد سكويمس إبيثيليم بينما النوز فالنيزوفارنكس رح يكون نفسه نفس الرسبيراتوري إبيثيليم فرح يكون صودو ستريتفايد كولومنر سلياتد إبيثيليم تمام؟ والدكتورة بتحبو الرسبيراتوري إبيثيليم فكونوا محافظين إنه النيزوفارنكس رسبيراتوري إبيثيليم واللي هو صودو ستريتفايد كولومنر سلياتد إبيثيليم بعد هيك بدنا نحكي عن البلت اللي هو سقف الحلق ببساطة هلأ سقف الحلق فعلياً هو مقسوم لا قسمين الجزء القداماني منهم نحكي عنه الهارد بلت والجزء الخلفي منهم نحكي عنه السوفت بلت تمام؟ تمام فهي الانتيرير بلت اللي هو الهارد بلت والبوستيرير بلت هو السوفت بلت واللي هو يمثل الروف أوف دي أورال كافيتي تمام؟ سقف الحلق هلأ بالنسبة للهارد بلت اللي هو بيكون عبارة من اسمه هارد فرح يكون بون لايك وبيكون فيه عليه كراتينايز ستريتفايد سكويمس إبيثيليم بينما السوفت بلت فهو بيكون كراتينايز ستريتفايد سكويمس إبيثيليم أنا رح أحاول أعمل لكم جدول فياته كل واحد شو نوع الإبثيليم تبعه أو أجمع لكم كل الكيراتينايز لحال ونن كيراتينايز لحال لأنه كثير نذكر وصار فيه كثير كيراتينايز ونن كيراتينايز طيب هلأ بقية المحاضرة تقريبا رح نقعد نحكي عن موضوع السليفري جلاند إحنا متفقين أنه أنا في عندي 2 types of salivary gland في عندي الميجر salivary gland نحكي عنهم اللارج أو الاكسترينسك كلياتهم نفس الشي وفي عندي الماينر salivary gland اللي هم نحكي عنهم الاكسترينسك أو السمول أو الانترانسك ببساطة هدول اللارج يعني أنا بقدر أني أحسهم لو حاولت أحس ممكن أني أحسهم بينما السمول ما بقدر أني أشوفهم ولا بقدر أني أحسهم بسهولة تمام أوكي بنسبة للميجر salivary gland فهدول في عندي هم عبارة عن 6 gland يعني كل 3 يعني هم عبارة عن 3 أنواع كل واحدة فيه منها زوجين على اليمين وعالشمال تمام في عندي 2 barated gland اللي هي بتكون هيوها قدام الإير في عندي 2 sub-mandibular gland اللي هم موجودين هون بيكونوا against the inner aspect of the mandible وآخر إشي في عندي sub-lingual gland اللي هم بيكونوا موجودين below the tongue in the miocous membrane of the floor of the mouth تمام؟ فbarated gland اللي قدام الأذن sub-mandibular اللي بتكون جاية لورا against the inner aspect of the mandible وأكتر واحدة جاية لقدام اللي هي sub-lingual gland هنحكي عنهم هلأ بالتفصيل بالنسبة للأكسسوري salivary gland أو الماينر salivary gland إحنا أريدي حكناهم اللي هو في عندي تنتين حكناهم اللي هو الليبيا اللي كانت موجودة في اللبس وكان في عندي lingual gland اللي موجودين فيه التونج وآخر إشي في عندي البلتاني gland اللي موجودة في البلت هاي ما حكناها تمام؟ فتنتين إحنا عارفينهم ووحدة فقط هي اللي مش عارفينها هدولة بيكونوا small وmicroscopic ما بقدر أشوفهم إلا تحت المايكروسكوب وبيكونوا scattered في الconnective tissue تبع الأورا الميوكس ميمبرين تمام؟ مش زي هدولة يعني بس موجودين في أماكن محددة لا هدولة موزعين بشكل عشوائي تمام؟ بالنسبة لكمية السلايفر اللي إحنا بنفرزها الماينو السليفري جلاند مسؤولة فقط عن 10% من كل السلايفر اللي إحنا نحص معها والميجر هي اللي مسؤولة عن الكمية الباعية لكن اللي بيفرقوا الأكسسوري عن الميجر إنهم سكرية هدولة العشرة في المية لكن يعني سواء انت ماكل مثلا السليفري جلاند الميجر مثلا لما انت تفكر في الأكل مثلا أو أكل بتحبها بتبلش يصير عندك إنتاج للسلايفر تمام؟ فهي بتعتمد إذا أنت عم تأكل إذا أنت عم بتفكر في أكل إلى آخرية بتبلش تفرس أما الأكسسوري سليفري جلاند الأهدول دائماً بيطلعوا at constant rate to keep the oral cavity تبعنا hydrated فهم حتى وإن تنايم مش عم تأكل مش عم تشرب مش عم تفكر في أكل قاعدين عم بيطلعوا لي سلايفا وتحديداً نوع السيكريشن تبعهم بيكون ميوكس وزي ما حكينا هم فقط 10% من من السلايفا اللي كل ياتها بنتجها خلال اليوم طبعاً هيوهم بالصور هاد لازم تكونوا عارفين انه هاد مين اللي جواته مثل الحشوة تبعيته مثل هادي اللبس فهون لو اجيتوا دققتوا هلا يعني الدكتورة صراحة ما شرحوا تم بس عشان تكونوا عارفين فهون هدول اللي هون موجودين هدول هم عبارة عن labial gland بالنسبة لهاد فهذا لازم تكونوا عارفين برضو انه هاد عبارة عن عن التونج واتفقنا انه في ventral surface تبع التونج منلاقي سعيتها ال lingual gland واخر اشي في البلتين هدوله ولو شلنا ال hard bullet فتقريباً تحتي رح نلاقي البلتين gland اللي يعتبروا من الماينر silvery gland نكمل هلا عن موضوع silvery gland طبعاً silvery gland هم عبارة عن exocrine gland اتفقنا يعني ما بيطلعوا السلايفة جوا الدم اكيد السلايفة ما تطلع جوا الدم بيطلعوا من خلال duct بالنسبة للميجر duct فهم بيطلعوا لي 90% من السلايفة لانه 10% مسؤولة عنهم الماينر بالنسبة للبيئة تشتبعت السلايفة تبعتنا فهي تقريباً بين 6.5 و 7.5 الدكتورة اعتمدت ان السلايفة تبعتنا it's alkaline بغض النظر عن البيئة تشلي هون هي alkaline السلايفة تمام طبعاً ليش لازم تكون alkaline لانه الانزامز اللي موجودين انا عندي جوا oral cavity ما بيشتغلوا الا في alkaline environment فلو هاي البيئة ما كانت alkaline صارت اسدك مش رح يشتغلوا الانزامز ومش رح يصير عندي digestion مش رح يبلش طيب شو مكونات هاي السلايفة 99 النص منها هي عبارة عن water والنص الباقي عبارة عن electrolyte mucos وانزام وبعض الانتيبودي مش زي تابعون الماينر اللي كانوا mainly they are mucos nature تبعيتهم تمام ايش الفنكشن تبعت السلايفة او ايش الفائدة من السلايفة اول ايش انها ترطب البنطقة تعمل lubrication وcleaning لالoral mycosa and the lips الشغلة اللي بعديها هي بتعمل initiation للdigestion of the carbohydrate واللبت مو حكي لانه في عندي glans بيساعدوني اني ابلش بي الليبت hydrolysis وحكيت لكم في عندي كمان انزام زي الامايلاز بيبلش يحللولي في الكاربوهيدريت ويبلشوا عملية الdigestion تبعي تمام اللي هم الامايلاز والليبت طيب الشغلة الثانية اللي بدي كمان نكون عارفينها زي ما حكينا لانه السلايفا هي بتكون alkaline فبالتالي بتساعد هدول الانزام انه يصير الهم activation الشغلة اللي بعدها هي بتختوي على antimicrobial antibodies زي الاي جي اي وايضا بتختوي على lysosomes ولاكتو فرن هدول كلياتهم عبارة عن antimicrobial agent فلو فيه اي مايكروبات جوه الاكل تبعي برضه بيساعدوني اني اتخلص منه طبعا مشكل انواع البكتيريا لهيك فيه ناس بصير معهم gastroenteritis لكن لو احنا ما عنا اياهم يعني ما عنا السلايفا كنا كل يوم بصير عنا gastroenteritis تمام وكمان شغلة انه هدول المواد كمان بيعملوا للكنترول للبكتيريا الفلورا اللي اوريدي موجودة جوه الورا الكابيتي هلأ هاي البكتيريا الفلورا لو انه ما صار عليها كنترول بشكل تمام رح تروح تمسك الشغر اللي موجود في الاكل وتحلله وتحول السلايفا لا اسدك تطلعلي منه من الشغر اسد وتصير عندي البيئة تبعة الوري الكابيتي اسدك وحكينا لما تصير البيئة اسدك شو بصير عندي انهيبشن لالانزامز الموجودين زي اللايبيز وزي الامايليز فبالتالي رح يصير عندي انهيبشن لعملية الديجستن ومش رح تبلش في الاوري الكابيتي فعشان هيك لازم يكون في عندي مواد تعمل كنترول حتى على النورمال فلورا البكتيريا الطبيعية المفيدة النافعة اللي موجودة جوه الاوري الكابيتي تبعيتي بحيث انها ما تروح تحلل الشغر وتحوله لأسد كمان هي بتشتغل عشان تستيميوليت التايسبوت فالتايسبوت عشان تقدر بتحس في الاطعم اللي موجودة لازم بالأول ندوّب لها هاي الاطعم بهاي السلايفا وبعدها تروح على التايسبوت تدخل من خلال البور وسعيد هاي التايسبوت بتحس فيهم وآخر اشي برضه بتساعد في عملية فأكيد لو كانت اللؤمة تبعيتي مش رطبة رح يكون صعب جدا علي اني أبلعها هلأ لو اجينا نحكي عن فالتركشور تتكون من شغلتين على القلان زي هيك رح يكون شكلة القلان رح تكون هي فعليا مقسم أول إشي للبيول ففي عندي سبتم هو اللي بيقسم لي هاي السيكريتوري بار تبع السليفري قلان إلى اللبيول فهدول السبتم هم اللي عبارة عن الاستروم الشغلة الثانية اللي بتعملها الاستروم إنها بتعملي كابسول حوالين كل القلان من بره فهي كفر بتعملي السبتم عشان تديفايد من جو وللوب ولبيول وآخر اشي بتعملي ريتكيولر نتور اللي بتكون موجودة في الباك جراون أوف دي قلان تمام فهي هي الشغلات بالنسبة الاستروم تمام فهي ما فيها كتير اشياء وبرضو هي اللي بتحتوي على كل البلد بيسل والنير واللمفتك وهي اللي بتكون لي الدكت تمام هلا بالجزء الثاني اللي هو البران كما هو الجزء فعليا اللي بهمي انا في موضوع السليفري بشكل عام لانه هو اللي رح يعطيني السليفري اثني اللي هي هاي المنطقة هاي رح تطلع السليفري وبدلا السليفري رح يروحولي على الدكت سمام وبرضو رح تعملي الدكت سيستم عشان نوصل السلايفا للأورال ويقوم بالوظائف تبعيته فهلا بدنا نفصل هدول الجزئين اللي هما نشوف السيكريتور يونت ونشوف بالنسبة ل الدكت سيستم يعني من شو بتكون بالضبط تمام نبلش اول اشي نحكي عن السيكريتور يونت وبعديها من اضطرق لموضوع الدكت بالنسبة ل السيكريتور يونت اول اشي نوع الخلايا اللي رح يكونوا موجودين عندي في السيكريتور يريد في عندي نوعين السيكريتور يسلز اللي هما نفسهم رح يقوموا بإفراز الإفرازات شو ما كانوا يعني ممكن اللي قلاند تطلع لي سر سيكريشن فهدول السيكريتور يسلز هما اللي رح يطلعوها وفي عندي لأنواع اللي بس بتطلع لي ميوكس سيكريشن في عندي خلايا تانية ممكن ألاقيها وممكن ما ألاقيها مش شرط تكون موجودة اللي هم منهم سيكريتور يسلز اللي هم هدول بيكونوا عبارة عن ميو ومن اسمهم ميو يعني لهم وظيفة مثل وظيفة العضل بس هم مش عضل عن جد يعني بيكون فيهم عكتين وميوسين بنقبضوا حتى يساعدوا هاي إنهم هدول أكتر شي بيكونوا موجودين في الميو كس يعني في اللي بتطلع لي إفرازات ميو كس اللي هم بيكونوا ثيك فبدهم إشي يدفعهم لبرة يساعدها إنها تطلعهم على الدكت فرح يكون عندهم ميو بيثير هلأ حسب الطيب أو سيكريتور شو منقسم الدكتات أو اللي غلاندات في منهم بس بيطلعوا لي سر السيكريتشن في منهم ميو كس وفي منهم بيطلعوا لي التنين سوا فهدول منحكي عنهم ميكست إغلاند طيب نجي هلأ نحكي عن الميو إبيثيلي مثل الميو إبيثيلي مثل حكيت لكم هدول عبارة عن خلايا بيكونوا موجودين أكتر إشو وين مع الميو كس إغلاند نلاقيهم بالضبط طبعا منسميهم برضو الباسكت سل هون كتير واضحين لو إجينا تطلعنا على هدول هم السل تحتيهم بالضبط بينهم وبين الباسمت ميمبرين رح ألاقي هدول اللي طالعين عندي هون باللون البني هدول هم عبارة عن الميا إبيثيلي السل بنصبغوا يعني بنقدر إنا نصبغهم وبطلعوا عندي باللون البني طبعا هاي بتكون في الاميون هستو كيميكال ستينين تمام فلو انسألتوا هاي الصورة شو تمثل هدول اللي مصبغين باللون البني يمثلوا الميا بثيلة السل تحديدا ايش نوع الصبغة او ايش نوع الستينين اللي عملنا هون اميون هستو كيميكال ستينين طيب وين بالضبط رح نشوفهم زي ما حكيت لكم هما بيكونوا موجودين بين وبين وبين ممبرين وبيكون شكلهم مثل النجمة فهما بيكونوا ستار شايبت سل تمام طبعا هما برضو بيكونوا براونشينج زي ما انتو شايفين والستار تبلازم تباعهم بيحتوي على اكتير وما يصير عشان هيك هما بيقدروا ينقبضوا وبالتالي يساعدوا لي الغلاند انها تعمل ريليز للستيكريشن اوكي نيجي هلا نحكي بس عن هيك استري عن الغلاندات اللي بيكونوا ميكست غلاند متفقا انه في عندي يا اما غلاند بتطلع لي سرستيكريشن يا اما انها بتطلع لي ميكستيكريشن يا اما انها بتطلع لي التنين سوا هلا اللي بتطلع لي التنين سوا كيف بالضبط يعني انا ما في عندي سيكريتوري سيل بتطلع لي ميكستيكريشن وبتطلع لي سرستيكريشن مع بعض اللي رحي يصير انه فعليا هاي اللي بتكون فيها بيكون فيها نوعين من بيكون فيها الميوكس أسناي اللي هم بيطلعون للميوكس تكريشن وبيكون فيها هدول الخلايا اللي عشك الهلال هم اللي باللون البنفسجي هدول اللي جايين عشك الهلال هون على القمة فوق الميوكس أسناي هدول هم اللي بيطلعون لي السر استكريشن فهم فعليا مش طالعين من نفس نوع الخلايا لا في عندي خلايا بتطلع للميوكس تكريشن وفي عندي خلايا اللي هم ما بنسميهم الكريسنت أوف جيانوزي تمام هدول هم اللي بيطلعوا لي السر السيكريشن تمام فهما إذن بيكون فيها هي عبارة عن جروب أوف السر السل بيكونوا كريسنت شايف بيكونوا على وان سايد يعني فوق الميوكس أسانعي تمام هلأ كل واحدة فيهم بيطلع لي السيكريشن تبعها لحال وبينخلطوا جوه الدكت طب كيف بيوصلوا أصلا للدكت يعني هدول السلز لما طلعوا للسيكريشن تبعهم كيف قدر يوصل للدكت وجوه الدكت انخلطوا يعني بيقدروا انهم يوصلوا للدكت عن طريقة شيء اسمه الانتر سيليولر كلانيكيولاي تمام فهاي هي كيف السر السيكريشن رح يوصلوا لها اللومن تبع الدكت وهناك ينخلطوا مع الميوكسيكريشن تمام شغلة تانية بتفرز لي اياها أو بتطلع لي اياها هدول الخلايا غير انهم بيطلعوا لي السر السيكريشن انهم رح يطلعوا لي بروتيين ذات كنتين اللايزوسوم والانزايم فبالتالي بيضيفوا لي كمان انتي ميكروبيا الاكتيفتي لا الميوكسيكريشن اللي موجودين عندي تمام طبعا اسمهم التاني السرس ديميلون تمام بس يعني الدكتور صراحة ما ركزت على هدول يعني يا دوب اصلا حكيت عنهم يعني معظم الاسلادات مرأت عنهم مرأة بس هنا لازم نحكيهم ما بتعرفوا عادي بيجيبوا عليهم في الانتحان طيب هون على السريع بس بدنا نقارن بين السرس قلاند وبين الميوكس قلاند او الميوكس اسيناي هلأ اكبر مثال على الميوكس قلاند اللي هو السابلينغ والقلاند واهم مثال على السرس قلاند اللي هو البرسد قلاند برضو هذا الدكتورة فشأت عنه بس اكيد لازم نترؤه او نشوفه هلأ هاي هون لو اجينا تطلعنا على السابلينغ والقلاند او الميوكس قلاند وهاي هون السرس قلاند اهم فرق بتلاحظوه انه تطلعوا الأثناي تبعت الميوكس قلاندي كتير أكبر في الدياميتر من السرس فالسرس بتكون small in diameter والميوكس بتكون large in diameter اللومن تبعها برضه رح يكون واسع زي ما إنتوا شايفين هاي في الميوكس بينما هون عندي في السرس دوبنا أصلا شايفين اللومن فهو narrow lumen الشغلة الثانية اللي بيفرق اللي هو نوع السلز اللي ليند بتعمل ليننج للولد تبعه فهي lined في الميوكس ب tall cells بينما في السرس بتكون short pyramidal cells مش كتير واضحين هون بس يعني يكونوا عارفينهم بالنسبة للنيوكليس هون زي ما إنتوا شايفين إنها مفعوصة flat nucleus تمام وجاية على ال peripherي بينما هون جاية للنيوكليس rounded وجاية في center تمام طبعا سواء حكينا سرس أو برتد بنطبق عليهم نفس هدول المواصفات الشغلة الثانية كمان اللي بيفرقوا فيها وبهاي هون برضه لو جايتوا وطلعتوا هون كمان بيبينوا كيف مثلا عندي في الميوكس النيوكليس جاية على ال peripherي بينما في السرس جاية النيوكليس round وجاية في center برضه هون اللومن أكبر حجمها ككل هون أكبر هون حجمها أصغر واللومن تبعها أصغر تمام أوكي وهون برضه لو جينا اطلعنا على نوع الخلايا فهون نوع الخلايا جاي أطول من اللي جايين هون تمام آه تمام بالنسبة للسايتو بلازمو هاي القصة في السرس فرح يكون عندي السايتو بلازم بيكون بيزوفلك لأنه فيه كمية عالية من الرفض بينما في الميوكس بيكون السايتو بلازم تبعنا بيل وبيكون فومي فاكيوليتد شو يعني؟ يعني هلأ ببساطة هون لو يجينا اطلعنا هاي لونها نهدي غامق السرس بينما هون هاي لونها فاتح ليه؟ لأنها مليانة ميوكس والميوكس لما نيجي نصبغة في الـ H&E stain ما رح يبين رح يختف رح يبين زي كأنه فراغات فهي بتبين زي كأنه أنا في عندي فراغات جوا هاي الفراغات تمثل الميوكس بينما السرسيقلاند لا بتكون مليانة في الرفض اندو بلازم كريتكيلوم وبتكون يعني لونها جاي بيزوفلك طيب بالنسبة لباسكت ثل اللي هم الميو إبيثيليم فهون رح يكونوا زي ما اتفقنا في الميوكس بيكونوا أكتر لأنهم thick secretion فبدي إشي يساعد هدول السيكريشن أنهم يطلعوا بره لأي الدكت بينما في السرس سهل أنهم يطلعوا في الباسكت ثل بيكونوا أليلين وحكيانا هون بتنتج الميوكس secretion هون بتطلع لي سرس secretion وهون بتطلع لي الميوكس for lubrication بينما السرس هي المسؤولة عن أنها تطلع للإنزايم اللي هو الأمايليز عشان يساعد في هضم الكاربوهايدرات زي الاستاش تمام فالسرس اللي هي مثال عليها البرسيت جلاند هم اللي بيطلعوا لي إنزايم الأمايليز عشان يساعد في هضم الكاربوهايدرات طيب بالنسبة لآخر إشي الميكس أو الميوكس سرس أثني حكيانا هدول اللي بيكون عليهم الكريسنت شيب سلزل اللي بيطلعوا لي السرس secretion والخلايا الثانيين هم السيكريتوري سلزل اللي بيطلعوا لي الميوكس سيكريشن وبنخلطوا مع بعض بالنهاية في اللومن تبعدك تمام فهاي بيكون عليها الغيانوزي أو اللي هم السرس ديميلون اللي هم بيكونوا كريسنت شيب فوق أو على جهة واحدة من الخلايا طبعون السيكريتوري اللي هم بيطلعوا لي الميوكس أثني يعني تمام أوكي هيك ضل عندي آخر جزء من السليفري جلاند أو من اللي جلاند بشكل عام اللي هو الدكت ساستم نحكي عنه على السريع طيب تمام هلأ لو إجينا طلعنا على الدكت ساستم ففعليا هو بيبلش من وين هاي أنا هون في عندي السيكريتوري أسيناي في جوة السيكريتوري أسيناي مثل أول دكت بتطلع عنا اللي هي دكت عبق كتير صغيرة ونرو ورفيعة هاي منسميها الانتركاليت الدكت هاي هي أول دكت رح يطلع فيها السيكريشن تمام وبتكون ثن دكت وهي دغري يعني بتاخد السيكريشن من السيكريتوري يونت وهاي نوع الخلايا اللي بتعمل لها لائنين بتكون فلاد أو كوبويدة لثل بعد هيك رح نطلع على تيوب أو دكت أكبر شوي بس لثاتنا جوة اللوب فهدول التنتين بيكونوا انترالوبيولر تمام أو انترالوبيولر تمام هاي النوع الدكت التاني اللي أكبر شوي من الانتركاليتد بنسميها السترييتد أو سيكريتوري دكت من اسمها سيكريتوري دكت يعني هي برضو كمان بتساعد في عملية السيكريشن وبتعطيني يعني كمان برضو هي بتفرز لي شوي من السلايبة تمام وهي بتكون برضو زي ما اتفقنا جوة اللوبيول لثاتنا ما طلعنا من اللوبيول تمام وهي لائند ويذ لو كولومنر سل فهاي كولومنر سل والأولى الانتركاليتد دكت كانت فلاد أو كوبويدل سل هلأ الابيكالبارت لإلها والبستيرلاتر الممبرين فياته ميزة مش موجودة في أي مكان تاني اللي هي إنه فيها مليانة في الايون تشانيل بتعملي ترانسبورتشن للأيون زي الصوديوم والبوتاسيوم تمام هلأ عشان هيك منسميهم ايون ترانسبورتنج سل لو جينا اطلعنا عليهم كبرنا فرح ألاقي أول شغلة فيهم إنهم فيهم انفولدنج حتى يزيدوني من السيرفس أريا بنفس الوقت رح ألاقيهم تحت مليانين في الميتوكندرية فيهم كمية عالية من الميتوكندرية عشان يعطوني لإنه بتعرفوا الايون ترانسبورتشن عبارة عن إشي بحاجة لأي تي بي فعشان هيك هدول الخلايا لازم يكونوا مليانين في الميتوكندرية الشغلة الثالثة اللي بيختلفوا فيها عن بقية الخلايا اللي موجودين عندي في المنطقة تمام إنهم رح يكون عندهم أسيدو في الكسايتو بلازم تمام إذن فيهم كمية عالية من الميتوكندرية عندهم انفولدنج وهم عبارة عن أسيدو فيليك سايتو بلازم وفيهم أيون تشانل فبالتالي عشان هيك عندهم كمية عالية من الميتوكندرية عشان يجيبوا الطاقة حتى يعملوا هاي الأيون ترانسبورتشن الشغلة الأخيرة اللي بديهاكم تكونوا عارفين السكريشن أو السلايفا أول ما تطلع في الانتركالات الدكت بتكون أسيدك تمام هذا الحكولياته أنا كتبت لكم إياه يعني لا تخاف تمام فأول ما بتطلع رح تكون أسيدك مجرد ما وصلت على السترياتد أو السكريتو ريداكت السكريتو ريداكت برضو رح تفرز بايكاربونات وتضيفه لهاي السلايفا والبيكاربونات هو إشي قاعدي فبيخليلي السلايفا ألكالين فإنتو لو انسألت المحصلة النهائية للسلايفا جوه ثم رح تكون ألكالين النيتشر عشان الإنزايمز اللي موجودين جوه ثم ما يصير فيهم ويظلوا قادرين يعملوا إنيشياشن للديجسشن بينما أول ما نصنعت السلايفا وأول ما طلعت من الانتركاليت الدكت كانت أسيدك لكن تحولت لألكالين بسبب البيكاربونات اللي رح تضيفه الستريات الدكت على السلايفا أوكي تمام هلأ بعد ما خلصنا إذن خلصنا أول مرحلة اللي هو بعد ما طلعت من الاسيناي وراحت على الانتركاليت الدكت وطلعت بعديها على الستريات الدكت هذول الكل يعتم نحكي عنهم الانترلوبيولر دكت اللي هم الاكسيكريتوري دكت تمام هذول اللي بيكونوا موجودين في السبتم بتوين دلوبيولز ولاين زي ما اتفقنا بي الكلومدر سل وبعد هيك رح يروحوا يصبوه بالنوع التاني من الخلايا أو من النوع التاني من الدكتات اللي هم برضو انترلوبيولر اللي هم الاسترياتات برضو بتكون موجودة في السبتم بتوين دلوبز وهي بتكون مبطنة في solid certified كولومدر ابيثيليم بالنهاية هيك خلصنا طلعنا من اللوب بس طلعنا من اللوب رح نروح نصب جوه المين دكت تمام؟ فهذا تكونوا حافظينه إذا الأول إيش طلعنا من الانتركاليت الدكت بعدين نروحنا على الستريات الدكت وآخر إيش وصلنا للمين دكت طبعا زي ما اتفقنا إنه الانتركاليت والستريات الدكتين هدور بيكون جوه اللوب انترا أو انتر لبيولر والمين دكت هي الوحيدة اللي بتكون برا اللوب والشغلة الأخيرة تكونوا عارفين إيش نوع الخلايا اللي بتبطنهم هلأ هوني كاتبة هي الدكتورة إنه الانتر لبيولر اللي هم بيكونوا هون كولومنر بس هي فوقات بينهم كوبويدل أو فلات والتانيين هم اللي بيكونوا صودة ستريتفايد كولومنر تمام؟ أوكي شو ظل هيك؟ بالنسبة للمين دكت هي درين دي سيكريشن في الأورال كبيتي مباشرة وهاي بتكون لين وذي ستريتفايد كولومنر مش صودة ستريتفايد تمام؟ وبعديها لما نوصل عند الأورال أوبينينج تمام؟ رح يتحول سعيدها لستريتفايد سكويمس لإنه بيكون قريب من الاسكن أوكي هلأ آخر إشي بس بدنا نحكي عنه اللي هو نحكي شوي عن كل جلاند من الجلاندات هلأ بالنسبة ل البيروتيد جلاند فضروري تكونوا عارفين إنه نوع السيكريشن اللي بتطلعهم they are pure سرس يعني بالمرة ما بتطلع لميوكس سيكريشن تمام؟ وطبعا هي بتفتح داخل البيروتيد دكت تمام؟ فهاي أول شغلة بيكون عارفينها. ثاني واحدة اللي هي السابلينج والجلاند هاي بتطلع لميوكس يعني عكس البيروتيد. فهي 95% من الإفرازات تبعونا رح يكونوا ميوكس سيكريشن وفقط 5% رح يكونوا عبارة عن سرس سيكريشن تمام؟ طبعا هي وحدة فيهم وهي بتكون عكس الباقيين وبتفتح طبعا هي تعتبر ميكس تأكيد إنه فيه سرس وفيه ميوكس لكن هي مين لميوكس وآخر إشي هي بتفتح داخل 10 ل 12 مني دكت موجودين في الفلور أوبنيموس. آخر إشي بالنسبة للسبمانديبيولاري جلاند فهي برضو مين لي بتكون سرس زي البيروتيد 80% من السيكريشن تبعونها سرس و20% فقط بيكونوا عبارة عن ميوكس تمام؟ وبتفتح في إشي اسمه الوارتندك هلأ ضروري تكونوا عارفين إحنا اتفقنا السلايفا تبعونا they are mainly water فهم مين لي سرس. فمين من هدول الجلاند هم المسؤولين عن تكوين السلايفا؟ البيروتيد جلاند والسبمانديبيولاري لأنه السابلينجول بتطلع الميوكس فمش هي اللي هدخل فيه السلايفا تبعونا تمام؟ وبس هيك بتكون خلصة المحاضرة إذا عندكم أي سؤال أكد بتقدر تسألوني ويعطيكم ألف آفية